اشتركوا في القناة معكم مصطفى امان النهاردة هنبدأ مع بعض مع اول فيديو من سلسلة فيديوهات مشاكل الانترنت وحول لها والفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم فيه عن اول عامل من عوامل او من العوامل اللي بتأثر على سرعة الانترنت هنتكلم عن كابلات وتوصيلات الروتر وكيفية معالجة مشاكلها لكن قبل ما نبدأ في الشرح تعالوا بنا نتعرف على مسار الرحلة بتاعة الانترنت بداية من السنترال حتى وصولها للروتر عندك في البيت وكمان نتعرف على الفرق ما بين كابلات النحاس وكابلات الالهاف الضوئية او الفايبر طيب حضرتك لما بتتعاقد مع مزود خدمة الانترنت الفني بتاع الشركة ديت بيتحرك وبينزل للسنترال اللي حضرتك تابع ليه وبيربط الخط الأرضي بتاعك بخدمة الانترنت من خلال السنترال ومعنى كده طبعا ان لازم يكون عندك خط أرضي عشان تقدر تستخدم خدمة الانترنت بعد كده بتنطلق رحلة الانترنت بداية من السنترال لحد ما توصل لكابينة الخطوط اللي بتكون موجودة عند كل أول شارع او كل مربع سكني حسب الكسافة السكانية بتاعت المنطقة بعد كده بيخرج الخط بتاعك من الكابينة بتاعت الخطوط الى ان يصل الى البوكس اللي بيكون اسفل كل عمارة ومن البوكس ده بيخرج سلك التليفون الخاص بيك لتوصيل خدمة الانترنت بالراوتر اللي موجودة عندك طيب بعد ما عرفنا مصاري الرحلة بتاعت خدمة الانترنت من وقت ما بتخرج من السنترال لحد ما توصل الراوتر عندك عايزين نعرف الوعاء او الموصل اللي بيوصل لك خدمة الانترنت لحد الراوتر عندك الانترنت بيوصل عندك من خلال نوعين من الكابلات اما كابلات نحاس او كابلات الالياف الضوائية اللي هي الفايبر شركة المصري الاتصالات وهي المشغل للخطوط الارضي في مصر كانت لحد فترة قريبة بتعتمد اعتماد كلي على كابلات النحاس في توصيل خدمة الانترنت اللي عملة بتوعها ومن فترة قريبة الشركة انتهت من المرحلة الاولى في تحويل البنية التحتية بتاعتها من كابلات نحاس الى كابلات فايبر والمرحلة الاولى دات بتغطي المسافة من السنترال لحد كابينة خطوط التليفونات ومتبقلها المرحلة التانية والمرحلة التالتة المرحلة التانية وهي تغيير الكابلات من كابينة الخطوط الى البوكس اللي هو بيكون اسفل كل عمرة والمرحلة التالتة اللي هي من البوكس الحد داخل المنزل دي بصراحة مش عارف هل هتكون من مسؤولية شركة المصري الاتصالات تغييرها ولا هتكون من مسؤولية المستخدم طيب احنا كمستخدمين استفدنا ايه من تغيير الكابلات من نحاس لفايبر علشان نعرف احنا استفدنا ايه من تغيير الكابلات لازم نعرف الفرق ما بين كابلات النحاس وكابلات الفايبر كابلات النحاس بتعمل بتقنية النبضات الكهربائية او الكهربائية اما كابلات الفايبر هي بتعمل بتقنية النبضات الضوئية فهي عبارة عن انبوبة زجاج الكدر بتاعها اصغر من كدر الشعرة بتاع الانسان والانبوبة بتكون متغطية بطبقتين من البلاستيك طيب ايه اللي بيميز كابلات الفايبر عن كابلات النحاس؟ العامل الاول ان الباندودز بتاع كابلات الفايبر اعلى بكتير من الباندودز بتاع كابلات النحاس يعني ايه كلام دود؟ معناه ان كابلات الفايبر بتديك سرعة تصفح وسرعة تحميل ممكن تصل الى عشرة جيجا بايت في السنين وطبعا دي سرعة استحالة تقدر توصل لها كابلات النحاس العامل التاني مادة الارسال بتاع كابلات الفايبر اعلى بكتير من مادة الارسال بتاع كابلات النحاس ببساطة انت لو ساكن بيتك يبعد عن السنترال اربعين كيلو متر مثلا وتعاقدت مع مزود خدمة الانترنت على سرعة واحد جيجا الواحد جيجا هتوصلك لحد عندك يعني هتقطع المسافة بتاعت الاربعين كيلو الاشارة بتاعتها مش مت 에�اسم الثالات مثلا Life Nur Vent'. كابلات النحاس مادة الارسال بتاعها بيكون 100 متر بس يعني لو بيتك يبعد عن السنترال 100 متر هتغض الواحد جيجا زي ما لكن لو بيتك ابعد من السنترال بميت متر باتواصل الواحد جيجا ثالث فكبلات الفايبر محصنة ضد التشويش فهي ما بتتأثرش بالضبيج او تداخلات الكهرومالناطيسية زي ما بيحصل مع كبلات النحاس وده بيرجع لان زي ما قلنا قبل كده ان هي مصنوعة من انبوب من الزجاج وطبعا معروف ان الزجاج مادة غير موصلة لكهرباء لذلك يمكن استخدام كبلات الفايبر بجوار المعدات الصناعية بدون ان تفقد جودة الاشارة بتاعتها زي ما بيحصل مع كبلات النحاس اللي بتتأثر بالمجال الكهرومالناطيسي وبالتالي بيتسبب في فقدها للاشارة اما بالنسبة للعمل الرابع فكبلات الفايبر متينة لا تتأثر بعوامل المناخ او تغير درجات الحرارة كما يمكن غمرها في اعماق البحار ويمكن ايضا تمديدها بجفاءة تحت الارض طيب السؤال اللي بتترح نفسه دلوقتي ليه احنا كمستخدمين للانترنت بنعاني من بطء الانترنت على الرغم من ان الكابلات تحولت من نحاس لفايبر زي ما قلنا الاجابة على السؤال دوت بسيط جدا حضرتنا يعني احنا كمستخدمين علشان نستفيد بالسرعة المهولة بتاعت الفايبر زي ما قلنا اللي ممكن تصل الى عشرة جيجا لازم تكون المنظومة كلها او اضلاع المسلس كلها فايبر يعني تكون الكابلات من السنترال لحد ما توصل لعندك في الروتر تكون كلها فايبر لكن الوضع الحالي اصبح ان احنا عندنا جزء يعني اصبح عندنا جزء بكابلات فايبر وجزء اخر يعمل بكابلات نحاس فاحنا دلوقتي بالضبط عاملين زي واحد سايق العربية بتاعته في طريق سريع عبارة عن خمس حرات مثلا والطريق دوت في نهايته بيديق بيديق لحد ما يوصل لحرة او حرتين فطبعا عند النقطة ديت بيحصل اختناق مروري بسبب الديق بتاع الطريق هو نفس الوضع الحالي احنا عندنا جزء شغال بفايبر بسرعة عالية جدا بيصب في جزء شغال بكابلات نحاس المحدودة في السرعة بتاعتها فبيحصل ليها زي ما بنقول تحميل او تحميل او تحميل فيحصل عليها تحميل فممكن ما توصل لكش السرعة زي ما انت طالبها بالضبط طيب ايه الحلول اللي نقدر نعملها علشان نستفيد منه سرعة مقبولة لحد ما المرحلة التانية والتالتة يتم تنفذها بالنسبة للمرحلة التانية طبعا دي مش فئدنا خالص لازم المسخرة الاتصالات هي اللي تقوم بيها اما بالنسبة للمرحلة التالتة اللي هي من بوكس خطوط التلفونات اللي تحت كلها مرة لحد بيتك دي نقدر نعمل لها عملية تجويد لحد ما تتغير لفايبر ان شاء الله بالنسبة لكابلة التلفون ابتداء من البوكس اللي تحت بيتك لحد ما يوصل عندك فوق هتقدر تتبعه وتبص عليه كويس جدا لو لقيت في لحام زي كده او لقيت في لحام زي كده ده طبعا امر غير مقبول بالمرة ده معناه ان انت بتفقد اشارة هتبدأ برضك هتستمر في التطبع جوا بيتك بالنسبة للجاك بتاع التليفون اللي بيخش في السبليتر او بيخش في الريوتر والواصلة بتاعة نهاية خط التليفون ما ينفعش يكون ملحوم بالشكل ده اطلاق طيب تحل المشكلتين دول ازاي؟ بالنسبة للمشكلة ديت بكل بساطة هتشتري روزيتة من ديت او علبة التليفون تمانها ممكن خمسة جنيه ولا حاجة بتفتحها شكلها من جوا وبتطلع خط او خطين زي ما انت عايز طبعا لو انت مقدم على خطين تليفون ممكن تطلعهم من نفس العلبة اما لو هو خط واحد بس ممكن تشغل الاثنين بنفس الخط بحيث ان انت تحط عدة في مكان و عدة تانية في مكان فده امر مدروك لك يعني انت عايز تشغلها بخط واحدة او خطين المهم بعد كده بتوصل بتقطاع اللحان دوت خالص وبتوصل السلكتين بتوع الخط هنا و وبتشتري سلكتليفون عادي خالص بتوصله في الروزيتا والطرف الثاني بتدخله في السبليتر او في الراوتر او العدة زي ما انت عايزت لو انت شغلت الاثنين بنفس الخط التليفون ممكن توصل الخط للعدة والخط الثاني للراوتر وتستغنى عن الروزيتا اللي في الموصر خالص مش هتحتاجها ده بالنسبة للحام ده طيب لو انت اكتشفت ان في جسم سلك التليفون ذات نفسه في لحمات او شكيت ان النحاسة بتاعت السلكة مش قوية تعمل ايه عشان تغيره طبعا مش هتنفع تغيره انت من نفسك لانها هيبقى فيها مسألة قانونية لو حد شافك فالافضل ليك ان انت تشوف احد من الفنيين المصري الاتصالات او قد كتبوا يبقوا ماشيين في الشوارع او لو اتمشيت لحد كبينة الخطوط المغطية من ضدك اكيد هتلاقي حد منهم هناك او لو فشلت خالص هنا تتوصل لحد منهم هتتصل على ثلاث وحيد او تسعتاشر ثلاث سبعات هتختار طبعا واحد للغة العربي بعد كده هتختار ثلاثة لخدمات الخطوط الارضي بعد كده هتختار اتنين للشكاوى واياك طبعا الاول هيتطلب منك رقم التليفون الارضي اللي هستقدم عليه شكوى بعد كده هيتطلب منك رقم التليفون موبايل علشان الفني يعرف يوصلك من خلاله طبعا ان انت بتسجل الشكوى اياك تقول ان انت عايز تغير سلك التليفون لانه بكل بساطة هيقولك ان سلك التليفون مفوش مشكلة وهيفتكلي ان انت عايز تخليه هو اللي يغيره على مسؤولية يعني مصريات الصباط ودوت هتبقى اي امر مرفوض لانه شغال من وجهة نظر بشاف ان السلك شغاله والحرارة شغاله فمافيش داري انه هاي غيره فكل ببساطة جدا هتبلغ عن ان في مشكلة عندك في الخط هتقول مثلا ان التليفون مفوش حرارة وان لما حد بيرين عليك او او ان لما حد بيرين عليك بيديك مرفوع مؤقتة من الخدمة بس ديت لو هو تست من عنده هيقولك لا الخط شغال فانت يوفضل انت تقوله مثلا ان التليفون مفوش حرارة وان ان انت لما بتغني عليه مفوش جارس فهيستقبل منك الشغوة وهيبعت الفني للك طبعا الفني اول ما هيوصل هيتصل بك عشان نشوفك انت موجود ولا لا لم اول ما يتصل بك اتفق بقى مع الفني قوله ان انت عايز تغير سلك التليفون من البوكس تحت لحد عندك جول بيت هيتكلف كم هو هيجي هيشوف المسافة تقريبا قدي ايه من البوكس لحد الدور بتاعك وهيقولك التكلفة مثلا قدي كذا على حسب ما هتتفق مع بعض هتوافق على التكلفة او هتتفاوض معها عليها اه اتفقته خلاص يعني بس هتطلب منه حاجة لو انت بتعرف هتشتري سلك تليفون ان حاسب نضيف كان بها مش هتعرف اطلب منه انه يجبلك كابل تليفون يكون النحاسة بتاعته قوية وتستحمل سرعة الانترنت اللي عليه هو هيفهم يعني هابقى عارف هو انت عصدك ايه اما لو انت عايز تعرف تشتري كابل تليفون بنفسك لو انت جبت ولع واشرت السلكة وبينت النحاسة ولعت مثلا على النحاسة الفترة مثلا نوصل ايه او ايه طبعا انه اللون النحاسة هيسود المفروض لو النحاسة نضيفة لو انت مسحت النحاسة السواد دوت هيتمسح وهيوري على اللونه الاصلي تاني اما غير كده السواد هيثبت علي ده بالنسبة لكابل التليفون وده يعني عليه عامل مهم جدا في توصيل اه في توصيل خدمة الانترنت بجودة بجودة يعني الى حد ما وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معنا النهاردة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة